اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة اصحوا واصهروا وعاوز اقرأ ايضا من بشارة لوقى في الانجيل المقدس اصحاح 21 من الاية 34 مكتوب فاحترزوا لانفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمارة وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة الرب يسوع عم بيتنبأ عن مجيءه الثاني وانه هذا المجيء سوف يكون فوري سوف يكون فجائي سوف يكون علني وسوف يكون بمجد وعظمة قديسين وابواق وملائكة وهتاف مجيء الاول كان ولادته في بيت لحم في مكان متواضع مجيء الثاني كل الخليقة كل البشرية رح تعرف عن مجيءه عندما يظهر فجأة ويقول انه بالتحقيق سيأتي كلس في الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة